أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دائما للدروس النخل رمضان نهارا سيور أنواع القلوب إذ كان سيد عبد سبحانه وتعالى القرآن الكريم ذلي سفاقنا العلماء إلى أن ذي ثم عركثنا القلوب القلب السليم والقلب الميت والقلب المريض فثم عركث موراون في السيور سيد عبد سبحانه وتعالى السيور في القلب السليم وهو ميثي ذي ذكاء الله سبحانه وتعالى ذي الآية القرآن دي صورة الشعراء إقاذ الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطلها بقلب سليم يعني يخبرناك هذه الدنيا أو يوم القيامة وينفع الإنسان مغاس قراء مغاس تنعاشين ورميوك سيحنجان مغاس دورية وينفع إلا مريعك وحغاب سجن القلب سليم فإلا الأمراض أن القلب يبدأ تمارن سوانير مكت فالإنسان صاحب القلب الميت نقل المريض يشقى صاحبها إلى أبد الآبدين بعد الموت ولكن الأمراض نغانين الجسد ممش مغا قصحنت ممش قل خطورة نسنت الأمراض نغانيتين الجسد غانت تبنى ماذا يمث نتذي كمر الأثار نسنت يعني مماذا يذره لا جديد جسدينه صافي غانش شذمثخ هاني غاي عايحخ مش مميق نوع المرض أني خبيث نخويتش خبيث مؤلم غير مؤلم المرض أني غاس الشفاء نخ عوضاد نخ مزمين مش مميق نغانيتين الجسد بمجرد الإنسان يعني ذي فغبوح بالنس يتعيح الألم الأثار النس العناء يتمرني النهراش يتنتهى بمجرد أن الإنسان ذي فغبوح بالنس ولكن أمراض القلوب تري الإنسان يعيشه كي سنت الحياة النس يكمر وازي سيتيشي وغاس بو الألم وغاس بو الحريق سو ينقص حطاس إنسان ربما غاسور يموت ربما غاسور يهرش تويسين شايل لور النس يهرش لأن مرض قلبي من المخصص الطريع شايل لس تصرفة النس دمين غاس ديسكور النس فباب النس ماشي بو غذي ممث وشذي عيح هذه هنا أموني غايتش المرض للجسد وإنما باب النس ونغايتش رهرش ذكور يبدا تمارن النس أو عني ماذي فغبوح بالنس يعني هذه كماسة العذاب جايفة السنس ضعب سبحانه وتعالى فالشقاء صاحب المرض صاحب أمراض القلب يبدا تمارن النس وعني الموت فذين يجن الفرق دمقرا ما بين يجن يتعيح غذي ممث ويجن يكماسة ذي تمارن الرهرش نخذ العذاب أو عني ماذي ممث فأي شيء نتعانى الزيز ذي الدنيا نتمنى نخمغان مثلا نعيح نرقام يجن حاج تصبحانه ولكن أي ثباب من القلب المريض وتعيح نشاب بعد الموت بل يكماسة العذاب نتمارن سن أو عني الموت فمن أن القلوب في القرآن الكريم يقسم مثل الله سبحانه وتعالى قلب سليم وقلب ميت وقلب مريض فإيجن الموضوع هذا مقرآن ويقص حطاس فنسير نهارا صفات القلب السليم وصفات القلب الميت وصفات القلب المريض فالقلب السليم أمن الناذ والنيذ ببن أي نغوري غينجمن يوم القيامة إلا أني غياعك أمن النس يضعب سبحانه وتعالى يوم ملايين فعمالون ولا بنون إلا معنى استثناء إلا من أطلها بقلب سليم فمن يعني القلب السليم أولا إنسان ذي يحرص سلام القلب النس يجل الحرص وغاسبه الحدود ما يمي لأن ذو النيذ السبب ذو الناجات يوم القيامة وذو النيذ السبب من خلود النس ذي الجنة يعني ذو النيذ غير الجنة ذيا فغير الجنة وذي يخلد أبد الآبدين فالقلب السليم يعني وذي وذي تشي ويموت بور النس ووذي يسبور هراش ذكور النس فقليل فقط يعني غير القلب يعني سليم سوي النخص سنسير نهارا باش نسير سلامة الصدر باش إنسان مرغ عش للمرض نخص لخل ذكور النس يخص يحاول ما أمكانه يعالج وثداوة أمش انترح غوض بي بناز زوق باش نقد ويف نخ وعروانق يشن الألم واخذ ذدت النخ فكذلك يخص الإنس الذي يازو هذا داو القلب النس مرغ اشتشن ذهراش ذهراش نهارا فمن يعني القلب السليم هو ان شاء الله بالعالمين يعني القلب السليم هو القلب الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله تعالى ونهيه يعني القلب السليم هو القلب سليم واذا يسبو شن حاج شن شهوة تخالف الأمر سيد عب سبح وتعالى نخ ذنهيه نس فامر سيد عب سبح وتعالى وشخور يخص سن شن ونخ ذهر السفا واذا يسبو الشبهات وره الشهوات وره شن حاج يعني تخطيان نخ نخ صغ رق نخ يق الله سبح وتعالى فالإنسان القلب النس هذيري سليم هو القلب الذي سلم من عبودية لغير الله من العبودية لغير الله يعني القلب السليم هو سالم يعني واذا يسبو العبودية من غير العبودية سيضع سبحانه وتعالى معنى أن الإنسان ورنس الصفا ورنس العبادة النس الحركة النس سكنة النس المأكل النس المشرب النس دجارة النس طربي النس العيش الزواج النس الحياة النس ككل ما مش تتعيش متكمر يخص سان تيرين بوجه يسيضع سبحانه وتعالى وذير القلب السليم وذيسبو الأضغان وذيسبو وذيسبو حسد وشن رياء وشن نحواج نحواج النس ورخ مخص القلب المريض نس من نحواج النس القلب السليم لنا ون تيرين يعني خال نخزي كل شبهة نخزي كل شهوة نخزي كل تعظيم نخ عبودية لغير الله تعالى فذو ومق القلب السليم ذي ديج القلب يعني يعني ويعبد من غير الله سبحانه وتعالى فالقلب السليم هو القلب الذي سلم من عبادة غير الله والقلب الذي سلم من تحكيم غير رسول الله والله يعني القلب وذيenci عبد بشحد من غير صداء بوذيذ كذلك الحكم النيس خدام أو الشرع هم يمن رسول صلى وسلم فو يقب وقد كمين غالي كورينوني كمين تسريخ نقميم جزي عجبر حار لا وإنما ذي ريكو على حسب من زيو ماصي ضعب سبحانه وتعالى ويتبع سناس للنبي صلى الله عليه وسلم فذو بخلاصة نقبع عجالة خلق قلب السليم هو أن هذا الإنسان قلب النس سالم من أي عبودية لغير الله تعالى أو شبهة أو شهوة القلب الميت والقلب الميت نسأل الله سبحانه وتعالى نخذ خسي بعض قلب لا حياة فيه صاحبه لا يعرف ربه ويستن بسي ضعب به ويستن الأمر نسي ضعب به ورد نهي نسي ضعب به ويستن من يزيط ما سي ضعب سبحانه وتعالى ورميني بغض الله سبحانه وتعالى من ما يفشن الشهوة نخشن للذة إلا أنت يجمعي تيد أو أنت يعيش دايس دايس يتعيش سخط نسي ضعب سبحانه وتعالى الغضب النس فانت وذيش قيشه ما يعب حني خيخصى المهم أن يشقف أنه يفوز الشهوة النس أو يحقق الرغبات النس سواء نسخة خسي ضعب به نخي يعد خسي ضعب به أنت وثتهميشة هو متعبد لغير الله يتخس وخبر حاجة أنه يتخش سي ضعب بنتي تقيت يتقذ منه ويتخش سي ضعب سبحانه وتعالى كذلك يضمع ذي منه ويتشي ويضمع بوضي عب سبحانه وتعالى ويعطى أو يرضي لغير رضا الله سبحانه وتعالى يعني يصاد تحت ضنغني من غير سي ضعب سبحانه وتعالى وكذلك وخيص خسي ضعب به وذي تشقيش الرحار ويتعظم غير الله سبحانه وتعالى ويتذل لغف النس نخي تندتشا غا حضنغني من غير الله سبحانه وتعالى لمهم يتبع الهواء النس ويتبع الشهوات النس من السيقاء يخف النس يتقيف للقلب النس لا يحس لا يحل حلالا ولا يحرم حراما فذا سي ضعب به السيور خسن إن أموات غير أحياء دي سورة النحل كذلك إن الله سبحانه وتعالى سورة فاطر وما أنت بمسمع من في القبور يحس بيثن بأنهم مثن سيقجن آينا دي سورة المنافقين نخل الله سبحانه وتعالى كأنهم خشب مسندة يعني أخمي ذك الشضوها كذلك سي ضعب به وصفيتن دي سورة الفرقان إنهم إلا كالأنعام بل هم أظل سبيلا يحس بيثن سي ضعب سبحانه وتعالى أم دوابوها لأن وفه من شاو السين شاو فذي قطسن الآيات إذي خسني سي ضعب سبحانه وتعالى خلق القلب وانتا الميت سأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا منه القلب المريض القلب المريض فانتا ذي جن القلب يبوذى ذي جنفا فمارنتا الإنسان يبوذى ذي قلب السريم ومارنتا الإنسان يتعكس يحكم ذي يستحكم ذي الشهوات يستحكم ذي الشبهات فيبوذى عباب النس يستيوذى ذي قلب النار غايم مثلا ذي قلب الميت في السور يعني القلب عفان فالقلب المريض هو يشفى يعني يتير إذي شن نهراش فالنس يسعد بيدي الدنيا ويسعد بيدي الآخرة فمش حن يوذان يهرشاس نور والسين شا إلا ورنسا يهرش فالقلب هو ذي سيجن مرض هو يتقيم ذي سيجن مرض ولكن مارنتا تعرف بخياس المادة للحياة أي أن الإنسان يستخدم ذي الإيمان يستخدم ذي الطعام السبحان وواتعالا يتذكر القلب أن تقول دغاس الحياة يعبد الصيطة ولكن مارتا تعرف خاس المادة المغنية أن الإنسان يتخدم ذي شبهات ويتوكل شخص يضعب يتبع الملاذات للحياة يعزو ذي السيلحساد ذي الكيبر ذي العجب تعجيبها سذيري حسن زكوذان تعجيبها سذيري الفساد تعجيبها سذيري غاسر الرئاسة يعني تعجيبها الرأي النس يتحكم الرأي النس يتبع من نس يقاور النس ده الهوى تبع الدنيا تشقى الدنيا فمرا انت يستخدم الحواجه يتقور النس فالقلب الني يدكور يهرش ومرا انت عكس مرا مثل عالش في الدكور القلب الني ميت يعني يهتشش وربما هذي يهوى غباب النس غا جهنما مرا القلب الني موت فطبعا مني غير احب من غير جهنما نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية فوني تذيجن القلب يعني ديس الأمراض ديس العلة ديس ولكن ديس حتى رحويج ديس بحانين فانقارسي هرشوها يعني مرا نسغل بخاص الصفة ديس بحانين نسخذ ميد الطاعن سيضعب بسبحانه وتعالى ونكسززز الحساد والغل والحقد ونغلب خاص ونستحكمه من الشرع عن السيضعب سبحانه وتعالى قال القلب الني يتقنفى ويتدكور قلب سليم ولكن طبعا اقل ممارسة اقل اجتهاد اقل مواضبة اقل يعني الانسان يتجاهد القلب الني عدري في تعالى جي في سقنفى في تيشش يتقنفى قاسدوا فيتدكور القلب الني ذا سبحان يتدكور سليم ويتدكور زي قلني زي القلب الني خفي السيور سيضعب سبحانه وتعالى هذي السنجم باب الناس يوم القيامة اني واني غا ينجمن وها يوم القيامة يعني اباق القلوب فقمارة ذا حنت غجاه النما فوني عدى يصرخها وخيرش ولكن مرض الني قادر ازاي سيشفى الانسان قادر مرغاز ذا شن شبهانيخ شن شهوانيخ شا تحكيم لغير الله سبحانه وتعالى شن البعض انيوذان تقوذن حديق عبيت سبحان زي حديق عبيت تضمع ذا شن مضمع من غير عبي سبحانه وتعالى في ذي نمارة الشبهات والشهوات وذي حوائج ويتخشصي ذا عبي سبحانه وتعالى إنسان فقط هذي حاول الذي يراجع النفس هذي يغزع ما يغسل الخلل ذا القلب النس هذي يحاول ذا يسقل القلب النس طاعن سيضاب سبحانه وتعالى وذي يسغلب الجانب الإيماني الجانب ذا تشطاعة والعمل الصالح ذا يحاول ذا يبعذ ذا يفرغ القلب النس زي رحواج تيعفانين وثي عماس رحواج يتخسي ذا عبي سبحانه وتعالى العبادات ويحسد حاد ويتسمزي حاد ويتكباق حاد وغاستيريبو العوجب وغاستيريبو يعني تمسك صر رأي النس وخاق على خطأ بالعكس أن الإنسان ذا يحرص كل الحرص على أنه يتبع الصواب من الميت شامل يتوفق من ذا تماسي طعب سبحانه وتعالى يتوفق من النبي سعى وسلم فالإنسان واني قادرة ذا يغلب خل مرض وخشغ عزيس رهناش قادرة ذا يكنفا وذي ذور إن شاء الله ذا القلب السليم واني غينجان يوم القيامة واني غي عبحن واني القلب الواحيدي غي عبحن يوم القيامة فانا قلب المريض هو قلب بين قلبين يعني ذور جاثنين موراون مران طاكسي هرش قيس سكوذنخ غالقلب الميت القلب اني لا يحل حلالا ولا يحرم حراما يعني غاسكورشي نتاكيف كيف ويسي الحلال زي الحرام فاني نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والنجاة منه تمنى زي سيضابي سبحانه وتعالى القلب النخ وخي هرش أثناء أثناء أو أثناء دعم سحواجي تانت سبحانين وثنسقل سالأمور يتخصيدها بسبحانه وتعالى ونغلب الجانب الديني الجانب العملي خل الجانب النغني يعني الوساوي الشياطين نخل نحب الدنيا نخل الهوى نخل يعني الأمراض يترين دي القلب النخ أثنت نطهى نخل نزكي القلب النخ أثناء يعني يزديق يصفى أزي سنسوف غير حويجا أمنش نتعالج من النار حويج نغني إذا خي تقسن دي الدات النخ انت رح نازغه وضبيب العلاج نسنت كذلك حتى القلب النخ مريه رش يخص نازخ العلاج النس أثنس قنفا نازخ الحل النسخ الدواء النسخ الشفاء النسخ هما إن شاء الله هذي دور قلب سليم فواني تادي جن أخصني نيجن تفكير ما رأي ذنخ نازغ من النوع ثقف نسي ونهار إغاخ القلب فنسأل الله سبحانه وتعالى أن مرغاخ القلب وانتي هرشان إن شاء الله أثنحاول ما أمكن أثيذ النار غو بريد وذيري زي القلوب السليمة تحكى من الشرع انصداب سبحانه وتعالى وانتيشان القلب نتشان خالي من أي شبهة أو شهوة أو تعلق بالدنيا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا قلوبا خاشعة وسليمة إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر